بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة الحادية عشرة من أعلام العربية الدرس الثاني سيبويه هو أبو البشر عمر بن عثمان بن قنبر إمام النحويين والبصريين وحجة العرب وسيبويه لقب ومعناه رائحة التفاح ولد بقرية في شيراز يقال لها البيضاء من أرض فارس نحو سنة 140 ثم قدم إلى البصرة ونشأ فيها وتوفي بالأهواز سنة 180 تقريبا وقد عش كما قيل 32 سنة ويقال إنه نيف على الأربعين سنة وهو الصحيح كان سيبويه أعلم الناس بالنحو بعد الخليل ولم يكن في البصرة ولا في غيرها مثله ساد أهل عصره وفاقهم فهو إمام أهل البصرة بلا مدافع ورئيس طبقته بلا منازع وكان مع فرط ذكائه شابا نظيفا جميلا وقد تعلق من كل علم بسبب وضرب بسهم في كل أدب ومع حداثة سنه وبراعته في النحو كان الخليل يحبه ويجله ولا يمل من لقائه فكان يقول له إذا أقبل عليه سيبويه مرحبا بزائر لا يمل وما سمع الخليل يقولها لغيره يعد سيبويه إمام النحاة بلا منازع وقد جمع في مؤلفه المعروف بالكتاب مباحث النحو والصرف وجعل لكل مكان منه لا يشركه لآخر فيه أو يكاد وبدأ بالنحو وتن بالصرف صنيع من يراهما علمين مستقلين وقد كان من سوء حظ النحو العربي كما يقال أن جاء سيبويه في وقت مبكر جدا لا يتجاوز النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة إذ نتج عن تفوقه وشدة إعجاب النحات به أن أصيب التفكير النحوي بشلل ودار الجميع في فلاك سيبويه وهذه مقولة مشهورة واتخذوه أساسا لدراسته ولذا لم يطوروا هذه الدراسة بالقدر الكافي وتحولت كثير من الدراسات النحوية إلى مجرد شروح له أو اختصارات أو تعليقات عليه أو جمع لشواهده وشرحها ويكفي دليلا على ما كان لعمل سيبويه من سحل وإغراء ما قاله المازني في تمجيده من أراد أن يعمل كتابا في النحو بعد كتاب سيبويه فليستحي وقال السرافي وقال السرافي وعمل كتابه الذي لم يسبقه إلى مثله أحد ولم يلحق به من بعده أو ولم يلحق به من بعده وكان المبرد يقول لمن أراد أن يقرأ عليه كتاب سيبويه هل ركبت البحر تعظيما واستصعابا له وقد طبع كتاب سيبويه في فرنسا وفي الهند وفي مصر وترجم إلى الألمانية ترجمة كاملة إلى هنا ننهي هذا الموضوع نلقاكم في درس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته